أولا اللي هو عم يقود هلأ ما يسمى بجيش الإسلام هو أبو همام لبويضاني اسمه الصحيح هو عصام لبويضاني من مواليد دومة عام 1975 اسم والده علي ووالدته عزيزة كان يملك شوف كان يملك محل خضار وسوبر ماركت ومحل الحلويات الدمشقية في شارع القواتلي بدومة كان يسكل مقابل المتجر مباشرة قبل الأحداث استلم لبويضاني كفالة يعني أخذ مصاري من البنك المركزي خمسين مليون ليرة لاستيراد قطع السيارات من كوريا وأصبح أكبر مستورد على كفالة البنك المركزي السوري هذا اللي هو هلأ عمليا يقود جيش الإسلام في عنا الكعكة كمان اللي هلأ نحن نشوف بس كمان شو الاسم الحقيقي بس حتى نطلع الاسم الحقيقي هو القائد يسمى رئيس الهيئة الشرعية وقائد في الجناح المتشدد فيما يسمى بجيش الإسلام المدعو سمير الكعكة الملقب بأبو عبد الرحمن والقائد العسكري كمان هيدا معه أبو صبحي هارون اللذان يقفان بشكل مام أي تسوية هلأ هناك خلافات داخل جيش الإسلام أنا بدي أحكي إن شاء الله يكونوا أهالي دومة عم يسمعونا نعم وشوفوا شو بدي أكشف إنه هلأ نحن وقتل عم نحكي عن جيش الإسلام اللي هني عم يأولا مجوعين الناس عم يطعموهم خبز الشعير وهني شايفوا المناطق التانية اللي طلعت منها المجموعات المسلعة ودخل الجيش المستودعات الأغذية صحيح مليئة كل المساعدات كل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى دومة بما أنه خلصنا هذه كمناطق يتم احتكارها من قادة جيش الإسلام البويضاني والكعكة وبعض المجموعات الأخرى ولا يعطى شيء للمدنيين عم يجوعوا الناس هلأ هناك دعوات ولقاءات من أجل أن يكون هناك تسليم وهلأ بدي أحكي عن آخر مبادرة طريحات إنه ما بدنا قتال في دومة فليخرج المسلحون بكل مسمياتهم مبارح تم اعتقال عدد من الأهالي منعت مظاهرة ترفض الإرهاب يعني بيجي بواحد بقولك نحن عملنا مظاهرة نرفض الإرهاب ويجي بواحد عم يرد علينا تب الإرهاب مين موجود بدونه الجيش السوري ولا جيش الإسلام موجود ما يسمى بجيش الإسلام إذن الأهالي عندما يخرجونه ويرفضون الإرهاب عم يرفضوا أن يكون هناك مجموعات مسلحة الأهالي اللي إلن سبع سنين بدون طعام بدون أكل حصار أموالا وين عم تروح شوف بالأرقام المطاعم التي يمتلكها محمد علوش تحديدا ويمول جيش الإسلام بس هل عم بحكي مطاعم عنده مطعم إيوان في اسطنبول عنده محطة يوسف باشا هذا تابع لمحمد علوش مطعم ربوع الشام في الرياض يضيره أبو عبد الكريم السطلة ويمكن مسطلة مطاعم عرفة في الرياض يضيرها أبو خالد الحجي مطعم الناضج أربعة فروع في الرياض وقد اشتراها مؤخرا محمد علوش وأنا بتحدى كل هذا دماء أهالي الغوح طبعا مصاري اللي كانت على أساس أنه هي تبرعات للأهالي في دومة وأنا أتمنى من أهلي من الأهالي في دومة يكونوا عم يحضروا هلأ ويشوفوا شو عندهم أملاك قادة جيش الإسلام لعندهم أملاك في الخارج يعني هاودي مش فرآني معهم إذا ها بكرة طلعوا بالباس وراحوا على تركيا ومن تركيا راحوا على السعودية وظلوا بإسطنبول هذه المطاعم وأتحدى يطلع محمد علوش أو غير محمد علوش الناطق بسم جيش الإسلام ينفي أنهني هذه المطاعم ألون هلأ نحن حكينا عن المطاعم شوفني تجارة الآثار الاتجار وبيع الآثار وإقامة مزادات سرية في تركيا عن الآثار التي يتم التنقيب عنها في الغوطة الشرقية والتي يشرف على إدارتها في الداخل أبو إبراهيم كعكة اللي حكينا عنه أبو راتب المحشي بس هيدا ما بنعرف شو محشي يعني المناطق الأثرية وحتى علوان وقال علوان قبل ثلاثة أيام شو قالوا لأمحمد علوش قالوا شو الظاهر بعد عندك شوية آثار بدك تهربون لذلك عم تماطل بموضوع المصالحات وما شبه ذلك هن بلشوا يتهموا بعضهم يكشفوا بعضهم لأنه لما بيعرف من وين هيد الأثار الغوطة معروفة قدش فيها أثار تمتد في الغوطة الكثير من الأثار القديمة التي تعود لعصور قديمة متعددة خمسة عشر دير تاريخي ما عم بيحكي عن جوبر تبه يعني من ضمنه دومة وعربين وحاو عندك ومجموعة من التلال والمواقع الأثرية في القل الصالحية يقع على بعد ثلاثة عشر كيلومتر من دومة فيه آثار من العصر الحجري القديم وتل الأسود يقع إلى الشرق يحتوي على أثار تعود للعصر الحجري كل هذه الأثار تم تهريبها من دومة باتجاه الصحراء ومنها باتجاه جزء كبير باتجاه تركيا وباتجاه المناط هذه الأثار تجارتها فقط طلعوا ملايين الدولارات رح أعطيك بعض شو عندهم جيش الإسلام وتحديدا لمحمد علوش عنده مغسل وورشة لإصلاح السيارات في منطقة أسانيور بإسطنبول هذي اللي عمين عموا فيهن أولاد محمد علوش بينما الأهالي في دومة رغيف خبز ما عندهم رغيف خبز من يومين كان عملهم عزيمي قعدوا لبويضاني وغيره عملوا عم بحكيك معلومات بعرف شو تغدوا تغدوا من ثلاث ديام بازالة ورز وبعد منها كاسة شاي أكرك عجمي وما في رغيف خبز عند الناس وما بيوزعولهم لرز ولا شي مبارح الكعكي بيقولوا للمجموعة معه جاي على بالي الفول بيروحوا من العامية منقول روح حوشولي شوية فول ببيعهم الفول مقلة فبيروحوا بيحوشولوا فول بيقلوهن مع الحواضر بينما الناس بتاكل خبز شعير وبيعطوهن إذا عطوهن قليل من الرز وهيدا ما عم يحصلوا علي وقت اللي شفنا الناس بسقبة وقت اللي شفنا الناس بسقبة أحدهم بيقول لي نحنا هلأ فتنا على مستودع كله حلاوة بيقول لي نحنا قلنا ثلاثة شهر ما شفنا الحلاوة يعني مخزنينة بس ملحقوا يسرقوهم يسرقوهم شوف شو بعد في عندهم نحنا حكينا عن جزء بسيط وأنا أتمنى من أهالي دوما يشوفوا ويرجعوا يحضروا هيد الحلقة تجارة المواد الغذائية والطبية من تركيا إلى الشمال السوري لصالح حيئة الشام يدير هذه الأعمال لصالحهن يعني لمحمد علوش ماذن خلبوس وهو العديل الآخر لزهران علوش هو عديل لزهران علوش عندهم ثلاث محلات أقمشة في الرياض عندهم معمل موبيليا في الرياض يديره أبو حسن السيداوي وأبو عبد الرحمن السيداوي وهو بقيمة 2 مليون ريال يعني ملايين الدولارات عندهم محل أقمشة ومطاعم في الرياض يديره بلا لعيون عم بحكيك أسماء واللي مش مصدقني يروح عبكرة على محلات أقمشة ومطاعم في الرياض ويسأل مين مديرة ويشوف مديرة لهو بلا لعيون وخليهم يتصلوا بأهاليهم بدوما يقولولهم كلامنا نحن صحيح 100% هيدا وصلنا لعند معمل المفرش حتى في السودان في استثماره تحولت مؤخرا تجارة جيش الإسلام إلى السودان حيث قاموا بشراء أراضي زراعية وتصدير المنتجات إلى دول عربية بمساحات واسعة وبناء مصنع لتصنيع الأدوات الكهربائية والمنزلية عندهم ملايين الدولارات عم يروحوا على السودان اشتروا أراضي بأسماء أولادهم وأسماءهم وعم يبنوا معامل على أساس أن الشركات عم يخذوا تراخيص تعرف أنت بالسودان هناك فقر بيشتروا عم يبلشوا يعملوا معامل أدوات كهربائية ومنزلية ووزعوها على بعض الدول العربية بماركات مسجلة عالميا هيدا آخر شيء عندهم مكتب طيبة المدينة حوالات مالية في سوق بزايد ويتسلم إدارته أبو محمد الحسيني الأخ الأصغر لأبو محمد الحسيني الزيبق نائب البويضاني عندهم مكتب هيدا بدومة بدومة تكليف أبو ياسر خلبوس بشراء عقارات في اسطنبول من قبل محمد علوش صار عنده محمد علوش صار رجل أقرأ طبعا بعدين ما عاد يلحق صار ببعض حدا روح يشتروا لي وروحوا عملوا مزاد وروحوا عملوا مناطق أموال موجودة مكتب للبورصة مقره مبنى مول أوف باستنبول خلي الناس تروح هلأ إذا عم يسمعونه كمال باستنبول السوريين اللي موجودين باستنبول يروحوا لشوف هاو دي كلهم اللي عم بيحكي عنهم لجيش الإسلام وأكثر الأموال حاطتها باسم محمد علوش وبعض الحاشي اللي موجود معه بينما أهالي دومة بيمنعوهن حتى يطلعوا يتظاهروا وبيمنعوا الجيش السوري يفوت أو يدخلوا مواد غذائية هناك شركة صرافة وتحويل أموال في دومة اسمها الشركة المتحدة موجودة في شارع القوتلي هي تابعة لجيش الإسلام وهي بإدارة نعيم الخنشور وهو مدير المكتب الاقتصادي لجيش الإسلام وهو قبل الحرب المفروضة يعني رومان تبع سيارات ما هوني كلهم جاي من الخردة وهيدي الشغلين فهيدا جزء بسيط هيدا جزء بسيط مما يمتلكه محمد علوش وجيش الإسلام وبعض البويضاني والكعكي هذه أموال دماء السوريين إن كان في دمشق أو في ريف دمشق حتى الأثار متبع للدولة السورية يعني الأثار للشعب السوري يعني هذه أموال